يا خيالتي ابن انحكم 25 سنة ابن انحكم 25 سنة كديش صار له محكومة هالسباد من الله الحكم تبعه شهر 5 بطلق التسعتاشر سنة عمره ما عانى من ايات ومشاكل ولا اياته امراض ولا اياته اشي في الدنيا كله يا خيالتي ما بيسمعني انه مريض قولي بدي هسه تروح بتتحكمي اسمع تلفون انك تحكمتي انك بديش اسمع صوت انك تكون تعبعنى انه تكون بصحة جيدة ثائر ماشاء الله عنه يا خيالتي الكل بحبه والكل يعني ثائر ماشاء الله عنه بطل الابطال يا خيالتي والحمد لله ربنا صبرني يا خيالتي وقعد لما كل ما بيحكي تلفون بقول له يما الحمد لله كربت لاب كل روحت يما ان شاء الله ما بتستعبيني إلا فاتح البيت وفايت عليكي هذا من مدة عشر تيام يا خيالتي صار الوضع من عشر تيام بعد العشر تيام فكت بالامل ما سمعت منه اياته خبر انا تعبت العشر تيام هدول ما حكاش فيهن انا تعبت يعني بتعرف الام فيش اسوى منها على ابنها هسا انا باستنى يا خيالتي باستنى 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 وكل يما روحت ان شاء الله فرج ربنا كريب ولما نيحكي معايا كل يما ان شاء الله ربنا بيفرجها عليك الجميع وكل ما بتستعبيني إلا فاتح الباب وفايت في هالصفقة وكاله الصفقة كريب يا خيالتي ولكن بنستنى برحمة ربنا والحمد لله يا خيالتي هذا اللي حصل وهذا اللي صار ثائر لحد الان يا خيالتي وانتو زي ولادة لحد الان مش متأمل مظبوط بوجه ربنا بحكم ربنا انو متوفى انو شهيد مظبوط شهيد هي كلمة شهيد واسير خيالتي صعب على الام شوي بس انا يعني لحد الان اني شايف ثائر انو بدو روح بشوفهم بعملوا قاعدين اخواني يعني بيكيموا وبحطوا وبيجيبوا وانا بقول ثائر مش يعني الحمد لله ثائر بطل الابطال وان شاء الله يا خيالتي ربنا بيفرجها عكل الشباب وعكل جميع الاسرة والاسيرات وان شاء الله بيفرجها عالجميع وبهد الحال بحسن حال ان شاء الله ربنا يشفي كل مريض وروح كل غريب يا خيالتي وثائر يا خيالتي الحمد لله ما عنده ايات ومشاكل ولا عنده ايات واشي الحمد لله ان شاء الله ربنا بيفرجها عالجميع وكان يا خيالتي انه ربنا طلب له الشهادة الله يرحمه سامحه دنيا واخره الله يرحمه دنيا واخره يا خيالتي شكرا لكم